موسيقى المواعد الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية يبدأ في شرم الشيخ المصري لحد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27 وسط دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتباعة تغير المناخ وتبدأ الوفود عملية تفاوض على جدول مدى أسبوعين بالموافقة على جدول أعمال المؤتمر خلال جلسة عمل افتتاحية وستتجه كل الأنظار حول إمكانية موافقة الدول الأغنى على إدراج مسألة التعويضات رسميا على جدول الأعمال ومن المتوقع أن يدفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة صوبات أسيس آليات لتسهيل التمويل مؤخصص فقط للخسائر والأضرار في المؤتمر الذي ستستمر أشغاله إلى 18 نوفمبر الجارية جددت جزائر ونيجيريا التزامهما بإنجاز مشروح خط الأنابيب العابر للصحراء ضمن مسعى مشترك لتتسيد كافة المشاريع المهيكلة بين البلدين وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرا ووزير خارجية نيجيريا جيفريون ياما التزام البلدين بتنفيذ مشاريع الهيكلة التي بدأت بشكل مشترك في المجال الاقتصادي ولسيما خط الأبيب الغاز الجزائر لغوس طريق عبر الصحراء والألياف المصرية كما تم توقعه على اتفاق ثنائي بإتساس مجلس أعمال جزائرية نيجيرية يهدف إلى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين لدينا مشاريع جيدة من بينها الطريق العابر للصحراء وأنابيب الغاز إلى جانب الألياف البصرية من الجزائر إلى نيجيريا تحدثنا عن هذه المشاريع وكيفية تطويرها وناقشنا أيضا المسائل الإقليمية خاصة تلك التي تتعلق بإفريقيا الغربية نواجه عدة تحديات كبيرة من بينها الإرهاب الجزائر لعبت دورا هاما في مالي على سبيل المثال لإيجاد حلول لهذا البلد ناقشنا كذلك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا أغلقت سحر النفط تدولات الأسبوع عند أعلى مستوى لها منذ شهر أوت الماضي على وقع أنباء عن تخفيف الصين لقيود المرتبطة بفيروس كورونا واستقرت حقود مزيج برانت القياسية العالمية أعلى من مستوى 98 دولار للبرميل في ثالث زيادة الأسبوعية لأسعارها بزيادة لمست أربعة دولارات للبرميل وجاءت فرص تجدد الطلب في الصين أكبر مستورد لنفط الخام في العالم لتدفع حركة الحقود الآجلة لمستويات لم تشهدها منذ شهرين محط أسهم شركة بيترو باسا البريزايل البرازيلية المبلوكة للدولة المكاسب المحققة منذ بداية العام الجاري متأثرة بالمحاوف من زيادة التدخل السياسي بعد فوز لولا دا سيلفا برئاسة أغلقت أسهم بيتروليو برازيليرو منخفضة بنسبة 5.5% وفقدت أكثر من 20 مليار دولار في القيمة السوقية منذ بلوغها الذروة في أكتوبر الماضية ومن المتوقع أن يوقف لولا الذي هزم رئيس جاييرا بولسولانو في جولة الإعادة الرئاسية لحد الماضي المساعي لخصخصة بيترو براس التي اكتسبت زخما منذ تولي بولسولارو المنصب في 2019 في أخبار شركة دائما بدأت تطبيق تويتر السبت تفعيل اشتراك شهريا مقابل ثمانية دولارات للحصول على العالمة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها في إطار سياسات الملك الجديد للمنصة إيلون ماسكا وفي تحديث لنظام IOS الخاص بأجهزة أبل أعلن تويتر المستخدمين الذين يشاركون الآن يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين مقابل ثمانية دولارات شهريا ويمثل هذا التغيير نهاية لنظام التحقق المعتاد في تويتر الذي بدأ عام 2009 لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين يتم نشر مشاهدين للمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصاتنا الظهرات في الشاشة أو عبر الموقع الإلكترونيك لقناة جزائر الدولية شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة